يسأل عن قول الله تعالى الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون أخوه الفاضل هذه الآية جاءت في آخر سورة العظيمة التي سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم و لا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون و المعنى بأن هذا الصنف من الناس الذين مقتهم الله عز وجل و ذكرهم في هذا السياق الذي يشير إلى أنهم من أهل النار من جملة صفاتهم أنهم يراؤون و معنى ذلك أنهم يعملون العمل الأخروي لا لله و إنما لأجل الناس هذا المرائي و لذلك المرائي يعمل عمل ديني شرعي لكن يريد به الدنيا يريد به الدنيا ما يريد بها الله يعني مثلا يتصدق حتى يقال والله هذا المتصدق يظهر هذا للناس هو قصده طبعا نية ما يعرف عنه الله عز وجل فيظهر الصدقة حتى يقال والله هذا المتصدق العظيم الكبير المحسن الكبير مثلا أو يصلي قدام الناس حتى يقول والله مثل المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلون كل الصلوات إلا صلاتين العشة و الفجر لأن ما كان فيه ليتات ولا أنوار و ما كان فيه يعني كهرباء فيقول ليش نصلي العشة و الفجر ما حد يشوه هنا و لذلك قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله و هو خادعهم و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس و لا يذكرون الله إلا قليل قال النبي عليه الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشة و صلاة الفجر و لا يعلمون ما فيه ما لا أتوهما و لو حبوا و لذلك بعض الناس يرأي بعمله ما يريد الله يقول حتى يثنى عليه و حتى مثلا يشعر عنده نقص فيشعر بأن مدح الناس له ثناء الناس عليه هذا يعني يشبع اللي عنده طبعا بعض الناس مؤمن و يعمل العمل الصالح فيثنى عليه الناس هو لا يريد هذا الشيء هذا عاجل بشرى المؤمن و لذلك جاء أحد الصحابة قد انزعج قال يا رسول الله أن الرجل ليعمل عمل و يسمع ثناء الناس قال تلك عاجل بشرى المؤمن فيشوف الفرق سبحان الله النية كيف فرقت بين هذا و هذا هذا نيتة لله فأظهر الله العمل فأثنى عليه الناس و يقول أنا ما ما يهمني ولا يعني يقدم لي آخر شيء عندي بالنسبة لثناء الناس و ذاك لا عمل عمل هو ظاهره أنه يريد الله لكن الله عز وجل أبطل عمله بسبب فساد النية نسأل الله العافية و السلام الذين هم يراؤونه و يمنعون الماعون الماعون قال بالمسعود الفأس و القدر و الإبرة و الخير هذا يطلق عليه معون يعني إذا كان عند الإنسان زيادة و طلبها الآخرون قالوا له عطنا عارية عطنا القدر عطنا الفأس عطنا الماعون عطنا الصحن عطنا الشيء اللي يستفيدون يرجعون فيه يمنع مع أنه زائد عنده بإمكانه أنه يعيره لهم و يرجعونه هذا بلغ من الشح عنده و العياذ بالله هذا المبلغ هذا الذي نمقتهم الله عز وجل